الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد ففي لقاء جديد من لقاءاتنا في دراسة كتاب مختصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان نواصل قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل القار يتحفنا ببعض الأحاديث الواردة في كتاب الأذان بل يتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليل رؤيا قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما ذات غدات فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قال قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني وإنهما ابتعثاني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة وإنهما قالا لي انطلق وإن انطلقت معهما فإذا رجل جالس مستلق على قفاه وإذا رجل آخر قائم عليه بيده كلوب من حديد يأتي أحد شق وجهه فيدخله في شدقه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتأم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت سبحان الله ما هذا قال انطلق انطلق فانطلقنا حتى إذا أتينا على رجل مضطجع على قفاه وإذا رجل آخر قائم على رأسه بفهر أو صخرة فإذا هو يهوي بالصخرة فيشدخ به رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر هاهنا فانطلق إليه فيتبع الحجر ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتأم رأسه ويصح وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه فيفعل به ما فعل به المرة الأولى قلت سبحان الله ما هذا قال لي انطلق انطلق فانطلقنا إذا ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فإذا فيه لغة وأصوات يتوقد تحته نارا وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضا فإذا اقترب ارتفوحت كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه فقلت لهما ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا حتى إذا أتينا على نهر أحمر من دم فيه رجل قائم على شط النهر رجل بين يديه حجارة كثيرة وإذا في النهر سابح يسبح فأقبل الرجل الذي يسبح في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فرده حيث كان فينطلق في أسبح ثم يرجع إليه فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت لهما ما هذا قال انطلق انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء معتمة فيها من كل لون الربيع فيها شجرة عظيمة وفي أصلها رجل شيخ طويل لا أكاد أرى رأسه طولا فإذا حول الرجل من أكثر سبيان رأيتهم قط قلت لهما ما هذا ما هؤلاء قال قال لي انطلق انطلق فانطلقنا فإذا رجل كريه المرآت أكرهما أن ترى إن رجلا مرآت قريب من الشجرة بين يديه نار يحجشها يوقدها ويسعى حولها قلت لهما ما هذا قال قال لي انطلق انطلق فصعد بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قدت أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعد بي في الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قال لي إرقى فارتقيت فيها قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر قال فإذا نهر معترض يجري كأنماءه المحظو في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة قلت طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قالا نعم أما إنا سنخبرك أما الرجل الأول الذي رأيته يشق شدقه ككذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة وأما الرجل الذي رأيته يشدخ رأسه بالحجر فرجل علمه الله القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والرجال والنساء العرات الذين رأيتهم في الثقب في مثل بناء التنور فهم الزنات والزواني والذي رأيته في النهر يسبح ويلقم الحجر فإنه آكل الربا وأما الرجل الشيخ الطويل الذي في أصل الشجرة فإنه إبراهيم وأما الصبيان حوله فأولاد الناس كل مولود مات على الفطرة فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأولاد المشركين وأما الرجل الكريه المرآة الذي يوقد النار ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال لي هذه جنة عدن وهذا كمنزلك فسمى بصري فإذا قصر مثل الربابد البيضاء فقل تبارك الله فيكما دعاني أدخل منزلي قال أما الآن فلا وأنت داخله إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك هذا حديث عظيم فيه تفاصيل رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء حق كما جاء ذلك في الأخبار وأول ما ذكر في هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة وقد كان يواضب على هذه الصلاة وكان الصحابة يواضبون عليها وفي هذا الحديث دلالة على أن الإمام إذا فرغ من صلاته استقبل بوجهه المصلين ولعل المعنى في هذا أن من دخل فوجد وجه الإمام إلى جهة المصلين يعلم أن الصلاة قد قضيت وقوله هنا قال من رأى منكم الليلة رؤيا لفظة الليلة كما تقدم إذا أطلقت قبل الزوال أريد بها الليلة الماضية وإذا أطلقت بعد الزوال أريد بها الليلة الآتية وقوله من رأى منكم الليلة رؤيا يعني رؤيا منامية وفيها سؤال للإنسان الناس عما رأوه في منامهم ويظهر أنه سألهم بعد الفجر لقرب هذا من المنام بحيث لا زال الناس يتذكرون ما رأوه في منامهم وفي الحديث ما يمن الله على نبيه من تأويل الرؤيا وتفسير رؤيا غيره وفيه استحباب أن يكون تعبير الرؤيا بعد صلاة الفجر وقوله فسألنا يوما ذات غدات الغدات أول النهار المراد بها صلاة الفجر فقال هل رأى أحد منكم الرؤيا قلنا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني رأيت الليلة رجلين أتياني وجاء في آخر هذا الحديث تفسير هذين الرجلين بأنهما ملكان هما جبريل وميكائيل عليهما السلام وقوله أتياني وإنهما ابتعثاني أي قضاني من فراشي وأقاماني منه وكأن ذلك في منامه بحيث رأى أنه كان على فراشه فجاء إليه هذان الملكان فأقاماه من هذا الفراش قال فأخذا بيدي أي أمسكا بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام قال فأخرجاني إلى الأرض المقدسة يعني المطهرة ويحتمل أن يكون المراد بها مكة ويحتمل أن يكون المراد بها بيت المقدس قال وإنهما قال لي انطلق أي اذهب معنا وإني انطلقت معهما وقال فإذا رجل جالس مستلق على قفاه وإذا رجل آخر قائم عليه أي واقف على هذا المفتجع المستلقي على قفاه بيده كلوب من حديد وهو آلة مع كوفة الرأس حادة الطرف يأتي أحد شق وجهه أي إلى أحد جهتي الوجه فيدخل هذا الكلوب في شدقه أي في جانب فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه أي يسحب جانب الفم حتى ينشق معه إلى أن يصل إلى مؤخرة رأسه وكذلك يكون في هذا الكلوب طرف آخر يضعه في أنفه عند من خره وطرف ثالث عند عينه فيقوم بسحبها حتى تصل إلى قفاه فثم إذا شقها كذلك ذهب إلى الشق الجانب الآخر ففعل بالجانب الآخر كما يفعل بالجانب الأول وفي أثناء فعله للجانب الثاني يلتئم الجانب الأول فإذا شرشر شدقه إلى قفاه الأيسر عاد مرة أخرى إلى جانبه الأيمن فيصنع مثل ذلك ثم جاء تفسير هذا بأن المراد أو من يفعل به هذا الفعل هو الكذاب الذي يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق فتحمل عنه ويمكن أن يعتبر بما في زماننا الحاضر من وسائل الإعلام ووسائل التواصل نجد أن الإنسان يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق فهذا الكذاب الذي يفعل هذا الفعل يفعل به هذا الأمر إلى يوم القيامة ففي هذا دلال على تحريم الكذب وتحريم إثارة الشائعات الكاذبة قال فانطلقنا حتى أتينا على رجل مستجع على قفاه وإذا رجل آخر قائم على رأسه معه فهر وهو نوع من أنواع الفؤوس تكون بخشبة في طرفها حديدة كبيرة أو معه صخرة فإذا هو يهوي بالصخرة فيلقيها على رأسه فيشدخ به رأسه أي يقوم بتكسير رأسه بهذا الحجر حتى يثلغه ثلغاه قال فإذا ضرب رأسه تدهدها الحجر ها هنا أي تساقط الحجر من على رأسه إلى الجانب الآخر فيقوم هذا الرجل القائم فينطلق فيتبع الحجر ليأخذه فلا يرجع إلى ذلك الرجل المضطجع حتى يعود رأسه ملتئما عائدا على مكانه الأول صحيحا ويعود رأسه كما هو فيضربه ضربة أخرى فيفعل به كما فعل المرة الأولى ويكون هذا الرجل ذلك من الرجل الذي علمه الله القرآن فعلم مواعظ كتاب الله واستمع إلى ما فيه من آيات ومواعظ لكنه يرفض كتاب الله فينام عن الصلاة المكتوبة فلا يصلي صلاة ليل ولا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة فنام عن القرآن بالليل ولم ولم يعمل بالقرآن في النهار لأنه يترك الصلاة المكتوبة فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة ففي هذا التحذير من إهمال الصلوات المكتوبة وظاهر هذا الحديث يدل على وجوب أداء الصلاة المكتوبة مع الجماعة قال فينطلقون إلى ثقب مثل التنور التنور ما يوضع ما يصنع فيه الخبز الذي يكون تحته نار فيؤتى بالعجين فيوضع على طرف هذا التنور من أجل أن ينضج بهذه النار ويكون هذا الثقب أعلاه ضيق لا يستطيع أحد الخروج منه وأسفله واسع ليتسع لمن فيه قال فإذا فيه لغط أي أصوات كثيرة متداخلة وأصوات أي كلام يتأذون مما هم فيه ويكون تحته نار شديد يتوقد وإذا هؤلاء الذين في هذا التنور يأتيهم لهب أي طرف النار من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو أي تحركوا وصدرت منهم أصوات استغاثة وهرب من هذه النار فإذا اقتربت النار منهم ارتفعوا حتى كاد الأمر أن يخرجوا من هذا الثقب فإذا خمدت النار رجعوا مرة أخرى فاطلعنا فيه قال يعني رأوا ما في هذا الثقب فإذا فيه رجال ونساء عرات ليس عليهم من الثياب شيء وفي هذا دلال على أن الرجلين السابقين كانت عليهما ثيابهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين ما هؤلاء قال لي انطلق انطلق من دم يعني يعني هذا النهر فيه حمرة شديدة كأنها حمرة الدماء وإذا على الطرف هذا الماء رجل قائم بينما في النهر في وسط النهر رجل يسبح في هذا النهر الذي هو أحمر من لون الدم والرجل القائم على خارج الماء معه حجارة كثيرة فإذا بذلك الرجل السابح يقرب من هذا الرجل الواقف فكلما أقبل الرجل الذي يسبح في النهر وأراد أن يخرج من هذا النهر رمى الرجل بحجر في فيه يعني في فمه فيفغر له فأي يفتح فمه من أجل تلقي هذا الحجر فيلقمه حجرا يرده إلى مكانه الأول ويمنعه من الخروج من هذا الماء فينطلق مرة أخرى يسبح ثم يرجع فيلقمه حجرا آخر فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان وقد فسر هذا الحال بأنه الرجل الذي يأكل الربا فإن مما يدل على أن أكل الربا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام قال فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء الروضة منطقة يكون فيها زراعة متعددة فيكون فيها نبات من زرع أو من نبات الربيع وقد يكون فيها أشجار قوله خضراء يعني أنها ذات لون أخضر معتمة أي أنها قد ضلل بعضها على بعض وبالتالي أصبحت عديمة النور أو ضعيفة النور قال فيها من كل لون الربيع يعني فيها من أنواع ما ينبت في الربيع من الزروع ولا أشجار قال وفي هذه الروضة شجرة عظيمة وفي أصل الشجرة رجل شيخ طويل قال قال لا أكاد أرى رأسه طول أي أنه فارع الطول وإذا حول الرجل من أكثر صبيان رأيتهم قط فهذا الرجل قد فسر له بأنه إبراهيم عليه السلام ومما يدل على فضيلة إبراهيم وقد قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وأما هؤلاء الصبيان فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أولاد الناس كل مولود مات على الفطرة وفقيل له أولاد المشركين فأولاد المشركين الذين لم يغير دينهم بعد لا زالوا على الفطرة الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين بيّن أنهم معهم يعني ما داموا على فطرتهم الأولى فانطلقوا فرأوا رجلا كريه المرآة أي المنظر كأكره ما أن ترى رجلا مرآة قريب من الشجرة بين يديه نار يحشها أي يقوم بوضع الحشيش وأنواع ما تنمو عليه يوقدها أي يشعلها ويسعى حولها فقلت لهما ما هذا فقد جاء تفسيره بأنه مالك خازن النار فهو الذي يوقد النار ويسعى حولها فقال له انطلق انطلق فصعد الملكان جبريل وميكائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشجرة قال فأدخلاني دارا يعني منزلا لم أرى قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فهذه الدار قال هي دار الشهداء هي دار الشهداء مما يدل على فضيلة الشهداء وعظم منزلة الشهادة في سبيل الله تعالى قال فأدخلاني فصعد بي في الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب فقال لي ارتقي فارتقيت ما يدل على أن الجنة بعضها فوق بعض قال فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن فضة ولبن ذهب اللبن كانوا يصنعونه سابقا من الطين والتب من أجل أن يكون بمثابة أساس أو مثابة الجدران للبنيان مثل البلوك ونحوه وفبين أن إحدى اللبنتين من ذهب والأخرى من فضة قال فأتينا باب المدين فاستفتحنا أي طلبنا أن يفتح لنا ففتح لنا فدخلناها فتلقنا فيها رجال شطر من خلقهم شطر جميل كأحسن ما أنت رائن أي كأفضل مرأة تراه في الناس بينما النصف الآخر قبيح كأقبح ما أنت رائن فقيل لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر وكان هناك نهر معترض أي يسير من جهة إلى جهة أمامهم كأن ما هو المحض أي الصاف في البياض فذهبوا فوقعوا في ذلك الماء فرجعوا وقد ذهب عنهم المنظر القبيح فصاروا في أحسن صورة وقد فسر هؤلاء القوم بأنهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخرا سيا عفى الله عنهم وتجاوز عنهم مما يدل على بطلان قول الوعيدية الذين يقولون بأن أصحاب الكبائر يخلدون في نار جهنم وفي الحديث أنه إذا عرض للإنسان ما يستشكله ولا يفهم المراد منه فإنه يشرع له السؤال عن ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الملكين عما رآه في منامه ذلك قال فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب فقال لهذه جنة عدن وهذا كمنزلك فسماء ارتفع بصري فإذا قصر مثل الربابة البيضاء أي أنه قد كان مثل الدائرة التي تكون فوق رأس الإنسان قل تبارك الله فيكما دعاني أي تركاني وذراني أدخل منزلي فقال الملكان أما الآن فلا وأنت داخله فإن الإنسان يكون في ما ينعم فيه من جنان الخلد يوم القيامة ولذا قال له إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك وفي هذا دلال على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته عند ربه جل وعلا قال والله سبحانه خرجنا inate رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة فلما انصر فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم فقال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرن بفضل الله وبرزق الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا ونجم كذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب قوله هنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية الحديبية مكان في أطراف الحرم من جهة طريق المدينة وعام الحديبية هو العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه التوصل إلى الحديبية يريدون العمرة فصدتهم قريش ووقع بينهم اتفاق صلح الحديبية وقوله فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان إماما لهم صلاة الصبح فيه دلال على أن المسافرين يشرع لهم الاجتماع من أجل أداء الصلوات المكتوبة جماعة وقوله على آثر سماء المراد بالسماء المطر وفيه إطلاق لفظ السماء على المطر مما يدل على جواز استعمال المجاز استعمال اللفظ في ما يكون محلا له فإن السماء يراد بها هنا العلو وهو مكان للسحاب الذي ينزل منه المطر وقوله كانت من الليلة هي أنه قد نزل المطر عليهم في ليلتهم السابقة قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من صلاة الفجر أقبل على الناس أي توجه وجهه تلقاء الناس في هذا دلال على أن الإمام إذا سلم يستقبل الناس بوجهه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم فيه مشروعية التعليم بطريقة السؤال ليكون تنبيهاً للأذهان وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل لقوله ماذا قال ربكم وفي هذا الحديث إثبات صفة العلم لله عز وجل وقول الصحابة الله ورسوله أعلم هذا فيما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على علو مكانه لا يعلم الغيب كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وكما قال جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ولذا فما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام فلا بأس أن يقال فيها الله ورسوله أعلم وأما ما لم يعلمه فإنه لا يصح أن يطلق فيه هذا اللفظ ويقتصر فيه على قول الله أعلم وقوله هنا قال الله في إثبات صفة الكلام لله تعالى وقوله أصبح من عبادي مؤمن بي أي أن من العباد من يصدق الله جل وعلا ويمتثل أمره وينسب الخيرات والنعم له جل وعلا وبينما هناك من لا ينسب النعم لله عز وجل ولذا جعله كافرا به ومن هنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم فإن الكواكب لا تتصرف في الكون ومن هذا أيضا البروج فإنها لا تتصرف في الكون والتالي لا يجوز أن تنسب الحوادث إلى النجوم أو البروج أو غيرها من الكائنات المخلوقة التي ليس لها أمر ولا نهي ولا تصرف في الكون وقد قال تعالى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِظُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلَهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءَ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمَ وفي هذا الحديث أيضا نسبة الأمطار إلى الله جل وعلا ومن قال مطرنا في نجم كذا جاز لأن هذا بيان للظرف أما من قال مطرنا بنجم كذا فهذا لا يصح لأن الباء هذه سببية ولا يصح لنا أن نثبت أن شيئا من الأشياء يكون سببا لغيره إلا بدليل سواء كان دليلا من الشرع كاية من الكتاب أو حديث من السنة أو بمعرفة ذلك بحس أو تجربة أو نحو ذلك ومن هنا فإن النجوم ليست سببا لنزول هذه الأمطار وبالتالي لا يجوز لنا أن نثبت أن شيئا من الأشياء يكون سببا في غيره إلا بدليل ومن نسب الوقائع لغير الله فهم على ثلاثة أنواع النوع الأول أن ينسب الواقع لغير الله يظن أنه هو الذي يقدرها ويفعلها فهذا شرك أكبر وهو شرك في الربوبية كأولئك الذين يقولون بأن بعض لا إما يتصرفون في الكون أو يقولون بأن لهم ولاية تكوينية والثاني من ينسب الوقائع إلى غير أسبابها فيجعلها أسبابا وهي لم يقم الدليل على كونها أسبابا فهذا شرك أصغر لا يخرج الإنسان به من الملة ويبقى على إسلامه لكنه وقع في ذنب عظيم ومن ذلك مثلا أن ينسب الولد إلى أن الشجرة دعت الله جل وعلا أو أن القبة كانت سببا من أسباب ورود الخير له ويظن أن الله هو الذي رزقه الولد وهو الذي ساق إليه الرزق لكن يجعل هذا الأمر سببا مع أنه لم يقم على جعله سببا دليل لا من الشرع ولا يعرف ذلك بحس أو تجريبة ولذا قال في من كان كذلك فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب والصنف الثالث من ينسب أفعال إلى فاعليها ويقول مثلا أهدى إلي فلان كذا رفعني فلان وهو قد فعل ذلك فمثل هذا جائز ولا حرج فيه لأنه هو الفاعل على جهة الحقيقة صحيح أنه لم يفعل إلا بقدر من الله وخلق منه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون لعلنا نقف على هذا بارك الله فيكم وفقكم لكل خير رزقكم الله علما نافعا وعملا صالحا جعلكم الله من عباده الصالحين وحزبه المتقين وأوليائه المفلحين كما نسأله جل وعلا أن يؤتيكم من خيري الدنيا والآخرة وأن يجعلكم ممن تيسرت أمورهم وقضيت حوائجهم وتعلقت قلوبهم بربهم ونسأله جل وعلا لكم مغفرة من ذنوبكم ورفعة لدرجاتكم كما سأله جل وعلا لعموم المسلمين أن ييسر لهم الأمر وأن يغفر لهم الذنب وأن يلهمهم الشكر وأن يجعلهم من أهل المغفرة والعفو كما سأله جل وعلا أن يكون معهم في أمورهم وسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين